أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف تخفيف الأحمال تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها وهناك تنصيق مستمر بين الوزرات والجهات المعنية بهذا الشأن وخلال اجتماع الحكومة استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عسمت تقريرا حول قدرات وخطط منظومة الشبكات القومية لتوليد الكهرباء بمختلف أنواع الطاقة بما في ذلك المتجددة وأضف عسمت أن حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة تحت الإنشاء والمستقبلية يصل إلى نحو 45 ألف ميجاوات